النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ان بكرة ان شاء الله هتبقى ضربة البداية وانا لما اجي اتكلم مع حضراتكم على كاس العالم الاندية انا عايز من حضراتكم حاجة واحدة بس او من جمهور النادي الاهلي حاجة واحدة بس وهي المساندة انا تاني يوم اقولي الكلام ده او تالت يوم اقولي الكلام ده لانها انا بشوفها طبعا على السوشيال ميديا ان كل جمهور النادي الاهلي واقف ورا فرقته ولكن انا بجد البعض يقولك ايه احنا هنتكلم عن التشكيل اللي عايزين التشكيل الفلان يلعب عايزين التشكيل العلان يلعب لا بالمناسبة انا مش هتكلم على تشكيل النادي الاهلي خالص النهاردة خالص عارفين ليه لان بكرة ان شاء الله حساند النادي الاهلي ومديره الفني في اي تشكيل حيحطه حيلعب به هو ده اللي مطلوب مننا خلال هذه الفترة التشكيل اللي حيلعب به اه موسيماني بكرة ان شاء الله هو اللي كلنا كجمهور النادي انا هنا بقى ما بتكلمش ان انا المزيع ومش لا انا بتكلم ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي التشكيل اللي حيحطه موسيماني هو التشكيل اللي كلنا حنقف وراه وبعد المباراة نبقى نحسبه بعد المباراة واحنا عندنا عندنا صوابق كثيرة جدا الراجل اللعب في خد بطولة افريقيا وخد كاس مصر وخد الدوري العام خلال الفترة السابقة الست نقاط اللي ضعوا مننا ضعوا بسبب التحكيم الغير عادل او امور غير عادلة بتحدث داخل الملعب مش اي حاجة تانية فعشان كده الحقيقة انا كل اللي بطلبه من كل جمهور النادي الاهلي وده انا واثق فيه مية في المية مية في المية ان المساندة واجبة من النهاردة او من الايام اللي فاتت لغاية بكرة بعد المباراة بعد المباراة ان شاء الله نبتدي نتكلم بقى مع حضراتكم ان شاء الله بكرة هيبقى معاكم استوديو تحليلي كبير جدا بقيادة الكابتن ايمن شوقي طبعا نجم مصر والنادي الاهلي السابق وحيبقى كلام مهم جدا في الاستوديو التحليلي هنا في قناة النادي الاهلي فعشان كده انا بقول لحضراتكم ان الكلام ده او المساندة دي مهمة وواجبة يحط التشكيل اللي هو عايزه يلعب باتنين في وسط الملعب يلعب بثلاثة في وسط الملعب يلعب بعشرة في وسط الملعب حاجة ما تخصناش اللي يخصنا ان احنا بعد المباراة نشوف ايه الغلط اللي حصل ونحاول نقوله ونحاول نخليه صححه ان شاء الله لو كان فيه غلط حصل يعني ونشيد بالصح يعني لو فيه حاجة صح والحمد لله خلال الاربع شهور منذ ان قتى بيتسو موسيماني وحتى الان ايه اللي بيحصل الحمد لله الحمد لله الامور ماشية بشكل جيد جدا جدا داخل الفرقة مش كلامي ده كلام حضراتكم حضراتكم مبسوطين ببطولة افريقيا حضراتكم مبسوطين بالدوري العام السابق حضراتكم مبسوطين ببطولة كاس مصر حضراتكم مستنيين كاس العلم للاندية حضراتكم مستنيين البطولتين السوبر المصري والافريقي هو ده هو دي المسندة اللي يجب ان تكون متواجدة خلال النهاردة وبكرة بقى مش عايزين نقول مين اللي حيلعب انا النهاردة خدت قرار انا مش هتكلم خالص على النادي الاهلي غيرنا الحلقة كلها مش هتكلم خالص على النادي الاهلي ليه اللي يلعب يلعب انا عندي 23 لعيب ولا اللي موجودين في أرض المونديال كلهم أي واحد من اللي موجودين يلعب حيبقى كويس اللي موجودين كلهم حيبقوا كويسين وهو ده اللي يهمني وهو ده اللي أنا عايزه إن شاء الله إن شاء الله كل واحد فيهم يبذل قصارى جهده سواء من أول المدير الفني لغاية الـ 11 اللي حيلعبه بالخمس تبديلات اللي يتم تغييره